أعلنت وزيرة تضامن الاجتماعي الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات كافة للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية هذا وتابعت وزيرة تضامن الاجتماعي فينقباج بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة استفاف السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية حيث من المقرر أن تنتشر تلك السيارات في الميدين ومحافظات الجمهورية كافة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية